ثم قال عليه الصلاة والسلام على وإن في الجسد مضغاه يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما تمغض فيه بالأسنان هذا الشأنه عظيم إذا صلحت وممكن يقال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إذا أخذنا بهذا الحديث مع حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا وانشرير الصدر صحيح إذا وقعت وثبتت تقوى في القلب ظهرت ذاك على الجوارح لأن بعض الناس يرتكب ما حرم الله تجد لسانه بذيء تصرفاته سيئة فإذا قيل له في ذلك قال إيش قال لا لكن القلب نظيف لا لا تواخرني على لساني هو يسب ويلعن ويغتاب وينتهك محارم الله ويحتقر الناس قال لا بس ترى ما فينا لسان ولا قلب لا 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 لو كان قلبك كما تقول لو كان نظيفا ما خرج هذا اللسان بهذه البذاءة وهذا الذي قال عليه الصلاة والسلام على التقوى ها هنا ويشير الصدر هو القائل ها ألا في المضغتي ألا في الجسدي مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسلت فسلت الجسد كله ألا وهي إيش القالب بي ترجمة نانسي قنقر